مرحبا يعطيكم العافية والسلام للجميع اليوم طالع احكي معكم عن موضوع الهجرة لمنطقة يوكون في كندا انتشرت في الاونة الاخيرة فيديوهات من كتير ناس عن اليوكون والهجرة خلينا احكي لكم اول اشي اليوكون بعدين احكي لكم الحقيقة من وراء هذه الهجرة صدقوا او ما تصدروا على الويبسايت منطقة اليوكون هي احد التيريتوريز احنا في كندا في عشر مقاطعات في الجنوب وثلاثة التيريتوريز في الشمال اللي هي بتكون اقرب للقطب الشمالي هي من جنوبها بتكون بريتش كولومبيا مقاطعة بريتش كولومبيا وشرقها او غربها شرقها بكون الاسكري منطقة باردة جدا بس في ناس بتعيش فيها وهذه مش مشكلة كبيرة يعني اوكي فيه برد فيه صيف فيه كل الفصول برد اللي بيستحمل اربعين بيستحمل يعني بيستحمل خمسين بيستحمل عشرين بيستحمل تلاتين فالبرد مش مش المشكلة الكبرى قد تكون كبرى مع بعض الناس لكنها للي بده يهاجر ولي بده وعارف انه مستقبلا ممكن ينقل لمقاطعة ثانية فمش المشكلة الكبرى اللي هي موضوع البرد الاسف اللي تناقلته الفيديوهات تبات اليوتيوب والفيسبوك كلهم كانوا يحكوا انه هذا يبوابتك لكندا وهذا اسهل برنامج لا بدك اه لغة ولا 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 شو اسمه اه بدكش لغة وبدكش فلوس والعمر مش مشكلة المهم او الشرط الوحيد انك تلاقي تلات عقود عمل اه بدوام جزئي او عقد عمل بدوام كامل اه طبعا انا استغربت يعني وصراحة سألت اتنين من مستشارين الهجرة اه واحد جوابني قال لي يعني الموضوع فيه انه والثاني قال لي انا ما بعرف نهائيا هذا الموضوع جديد بدأ بشهر واحد لم ينفذ لانه ما كان فيه حدا عارف فيه او عشان صارت الكورونا والان بدو يطلعوا باليوتيوبات صراحة اشي غريب انك تيجي على كندا بدون دغة وبدون شرط وبدون هذا الموضوع اشي غريب المهم اعملت انا ديجينج والاكتشفت انه من كتر الم اليوتيوبات موجودة حكومة يوكون اعلنت انه في كتير يوتيوب مضللة والبرنامج ليس كما تم نشره البرنامج هو ليس للناس اللي زي وزيك اللي بدهم يهاجروا على مثلا كندا البرنامج هو لاصحاب المحلات والمؤسسات والشركات الموجودة في يوكون وبدهم يجيبوا ناس من برا اوكي هذه الهم للعلم انهم بالسنة بقدروا يجيبوا خمسين واحد بس خمسة صفر عدد سكان يكون مش كبير يا جماعة ما بتجوز الاربين الف المنطقة فيش فيها ناس يعني انا لو بتجبلها عشرة مليون بتضلها لسه بتوسع ولكن لانه صعوبة الطقس وصعوبة الجو للعلم الفلبينيين اكتار غاد اكتر كميونيتي موجودة غاد فلبيني واتوقع حتى السيناتر اللي موجود عن هديك المنطقة من اصل الفلبيني هذا بيقولك قديش الربريزنتيشن للفلبينيين غاد العرب موجودين بس اقلال المهم الموضوع كلياته طلع زي ما بسموه لم يوصف بالصدق يعني انا بديش اقلوم اليوتيوبرز يمكن كانت المعلومات خاطئة واخذوا المعلومات من يوتيوبز تاني وانتشر الموضوع لكن الموضوع هذا ليس للناس نفسهم انهم يقدموا هو لاصحاب العمل اوكي هم بيقدموا اذا بيجدوا فيك الهذا طبعا انت مش غلط ما تقدم بس صراحة موضوع صعب جدا 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 انك توصل لا تكون واحد من خمسين طبعا اللي مقدمين هلا مش هارف صاروا بعد اليوتيوبز هذا بقولك الاف الناس صارت تقدم وعم بتحاولوا يتواصلوا مع اليوكون عشان هيك المقاطعة وحكومة المقاطعة شافت فيه اشي غريب وصارت تبلغ اليوتيوب باي دا وي عشان يسحبوا الفيديوهات الغير صحيحة فالموضوع مختصر انه صاحب العمل هو اللي بقدر يقدم وصاحب العمل اجين طبعا ما فيه هو الليميا هاي او الليبر ماركت اسسمنت بس الموضوع هو ليس كما نشر انه تعال لأي ثلاث شغلات وانتهى الموضوع الموضوع صعب جدا يا جمال للأسف اللي انتشر واللي انحكى حتى فيه مستشارين هجرة طلعوا وحكوا عن الموضوع بمعلومات خطأ ارجو انهم يصلحوا المعلومة واللي طلع بفيديو يعني انا ما بدي اقلوم حدا لانه اكيد هم عملوا جهدهم والمعلومات ما كانت واضحة واخدوا معلوماتهم من سورس غلط لكن ان شاء الله بقدروا يطلعوا يحكوا للمشاهدين تابعونهم الحقيقة عشان ما نعطي الناس امل خاطر ما نكذب عن الناس ما يكون يعني معلوماتنا خاطئة هذا المهم لما بدك تعطي المعلومة انا بعرف اذا انت اخطأت فلك اجر لانك انت عم بتحاول ولكن اذا كنت على صح فلك اجرين فان شاء الله يعني بسمعوا هذا الفيديو اصحاب اليوتيوب اللي عملوا فيديوهات عن يوكون وبيطلعوا بصححوها وبدخلوا على موقع الهجرة تبع يوكون الان عم بحطينها بري كلير على موقع الهجرة تبع المقاطعة فان شاء الله توصل هاي الرسالة للناس انا ما بديش احبطكو ولكن عشان ما تضيعوا وقتكو وما تضيعوا جهدكو وما تضيعوا مالكو ولا حدا ينصب عليكو بهذا الشيء لان انا سمعت الان خلال يومين ثلاثة صاروا ناس يتواصلوا معي بولي في مستشارين هجرة او مكاتب هجرة في بعض الدول العربية نحن نحكي اسماها عم بحكيولهم احنا بنطلعكو على يوكون ومن غاد بتهرب هريبة مفكر حاله انه حدود هو بدي يهرب هريبة عادي بدخل بأي مكان مهم اه الحكي ما في منه الحكي صعب جدا 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 لازم صاحب العمل يجد انا دخلت على موقع يوكون ليه الا الاعمال هذا اللي بوظف اعمال سبعة وعشرين بوزيشن بار تايم في كل المقاطع سبعة وعشرين بوزيشن يا جماعة اللي بده مياه خمسين واحد موضوع مش سهل اه موضوع صعب جدا واتوقع انه تقريبا يعني من المواضيع اللي حاطتها لتارجت لاشخاص معينة فما بعرف اللي بده هذا البرنامج يروح يدخل يقرأ ويستفيد اكتر على بوقع الحكومة تبعتكم ونتمنى لكم كل الخير وان شاء الله نراكم قريبا وسلام للجميع السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد شكرا ترجمة نانسي قنقر